أشهد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق بالدور المهم الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عملية التنمية التي تشهدها البلاد جاء ذلك خلال لقائه برئيس الأمانة الفنية للتحالف السفيرة نبيلة مكرم لبحث سبل التعاون بين الوزارة والتحالف في أوجه العمل المجتمعي وخدمة المواطنين والأسر الأولى بالرعاية شهد اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف منها مشاركة التحالف في معرض أهلا مدارس الرئيسي إضافة إلى تخصيص موقع للتحالف الوطني داخل كل المعارض السلعية الدائمة بكل المحافظات